والربح بلادي مع برومو سبار ديما ربح ستاد ميد ستاد ميد كل فين وجمع من وضي ساعتين للأربعة متاع العشرية مع أمير بوكا على راديو ميد ستاد ميد أسلام ومرحبا لكم ونفسي كل مرة أخرى عبر مواجهة راديو ميد في ستاد ميد مواصلين معاكم للأربعة متاع عشرية نجي ولي فقرتنا متاع العادة لفعال إيجابيات والسلبيات للأوف سايد والأون سايد للبداية وهبيه ويسا ومهدي بن سليمان وكل السيدة المستمعية تجم وتفعلوا معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو ميد يونيزي والأسبور باي راديو ميد اللاعب اللي عنا اليوم مش نحكيه عليه كينغ سلي إدو اللاعب هذا اللي بالثنائية في مرمى فريق ريفر جينات النجيري يصبح هداف كأس الكونفتر الأفريقية بأربع أهداف وهبي كينغ سلي إدو تحسن ملحوظ وواضح في الأداء متاعه وقوة هجومية كبيرة يعطي فيها لهجوم نادي الأفريقي كينغ سلي إدو أوف سايد ولا أون سايد ومع ذاك رسبب أون سايد أون سايد فورق شاسعة لملاعبي مركز ياسر في المباريات يقدم في إضافة هجومية كبيرة نعرفوه دوره أنه يبني ويعاون زملاء ولكن يبني واليوم تجسيم تعه يعني حسنات حسن خاصة في اللمسة الخرانية كينغ سلي إدو تحسنة ياسر الملاعبي ولا يسجل أكثر أهداف يعاون برشا في فريقه ويقدم المبارات الأخرى هداف في كأس الاتحاد الفريقي الأخبار اللي موجودة أنه فهم رغبة من زمالك باش ينتدب الملاعبي يعني هذي الكوليكة إضافة كبيرة بالنسبة للإيدو في النادي الإفريقي ملاعبي لحقيقة يعني بدايته وانتلاقته مع النادي الإفريقي وحتى قبل انتدابه للفريق يعني الناس الكوليكة تتفكر في كينغ سلي إيدو ويعني كما عدا قبل مرحلة مع الترجي وعدى مرحلة مع النادي سفاقسي وقالت أنه الملاعبي مش بش يكون حاضر في فورما وأنه ملاعبي ضيع ياسر قدام المرمى صحيح في بعض المباريات كما مبارات نجم الساحلي حسينة ضيع فرص ولكن الملاعب بسرعة يعني مباشرة في المبارات تأقلم مع الفريق يعني في المبارات اللي بعد سجل ثنائي مهدي بس لي مين كينغ سلي إيدو أوف سايد والعون سايد بطبيعة الحال كونك يكون عندك مهاجم قيمة إيدو بالليكاليتي اللي عند المهاجم هذي من النجم يكون كان حاجة بني فيك للنادي الأفريقي ساعد النادي الأفريقي اللي عندها المهاجم هذي مهاجم كامل ومتكامل راكز سيغليزا بوي وعطى البروفوندور اللي كان غايب سنين و سنين على هجوم النادي الأفريقي لحقيقة أنا عجبني كيفية تأقلم المهاجم هذي مع هجوم النادي الأفريقي مع تشكيلة سايد السايبي رغم اللي ملول كانت فما موجد من الانتقادات في في الظهور الأول له وقت اللي فما ناس كانت تتعيب عليه كيفية سجل كان في الأطراح أميكو لماتش أميكو لم يسجلش معناتها في الكمبيتسيون أوفيسيال وفي ماتشوات لقاءات البطولة لولانيين لكن كينكسلي إيدو من أول هدف سجدوا مع النادي الأفريقي حل الشبكة حل الشبكة وقت الكنتور ولا يمركي لحقيقة نشوفه سيغلبوندور وهو البياس من كونت اللي كانت لهجوم النادي الأفريقي لكن فما مواجهة منافسة شريفة وحدة مع العبيدي لحقيقة اللي دو زتاكمت عن نادي الأفريقي قاعدين يطلعوا في البارة الفوق برشا وذي معناة من الشأنه بشيكون كان نافع لهجوم النادي الأفريقي واضح نمشي للاعب تونسي آخر مراد الهذي لاعب أهلي طرابلس الليبي الفريق هذي اللي يدرب فيه كذلك المدرب التونسي طارق جرين وجهوله تحية متصدر لبطولة الليبية حديث الصحافة الليبية في الأيام الفارتة على مراد الهذي والجرينتا اللي عند مراد الهذي الصور موجودة ترقاها رسمية على الفيسبوك راديو ميد تونيزي اللي عند مراد الهذي يلعب يكمل مقابلة كاملة بإصابة دم موجود واضح ترقاها الصور موجودة وإشادة كبيرة برشا بمستوى اللاعب هذا خاصة على مستوى الإعلام الرياضي الليبي مراد الهذي في الصدارة هو طارق جرين مع فريق أهلي طرابلس الليبي أوف سايد والعون سايد وهبيه ويسا اون سايد اون سايد الحقيقة مراد الهذي ملعبي من الملعبية كما نقوله ما نقولوش من أحسن ملعبية ولكن ملعبي كوارجي يعني كيتفرج فيه مراد الهذي ملعبي يعاون برشا أي فريق يلعب فيه حاليا مرحلته في أهلي ترابلس الليبي الملعب يقدم فيه أداية ممتاز خاصة مع مدرب تونسي طارق الجرية نعرفوه في البريود اللي اتفرجنا فيه في تونس مع الأولمبي الباجي مش أي ملعبي نجي ملعب مع طارق الجرية مدرب يمن بالملعب اللي يعطي مئتين في المئة مش حتى مئة في المئة في الميدان وهذا اللي ظهر وكي يختار ملعبي كما مراد الهذي في الفريق مش من من فراغ مراد الهذي اللي حقيقة الملعبي قاعد يمشي بخطوات ثابتة أنه يكمل مباراة بإصابة يعني ما هيش حاجة سهلة خاصة أنه ملعبي ما هوش مثلا مولود ما هوش أصله من 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 ليبيا مث أو أنه الملعب أصله من فريق أهل ترابلوس بالرغم من هذاك العزيمة محبة الفريق ومحبة الجمهور اللي اكتسبه مراد الهذي حاجة مش من فراغ برافو قلولو بون كونتينيو اسيون ونتمنى أنه الملعب هذا يقعد يقدم مردود كبير في المباراة الجاي مهدي بن سليمان الجرينتال جليب هي حديث خنقولنا الإعلامة للرياضي للليبي على مراد الهذي فريقه في صدارة البطور الليبية بالنسبة لي يا ميران اللعبة ذي مراد الهذي الحقيقة يعتبر سيكسس ستوري بالنسبة لي يعني على خطر لي في الماضي القريب كنت نسكن في باردو يعني وجيني أخبار يعني مسقط رأس اللعبة ذيك وجيني أخبار وقت وكان يونشط مع نادي الأفريقي كان جيني أخبار كانوا ليجين دو في متاع ويعني ما هوش كلي طيارة برشا يعني عندو شوية إخلالات في ليجين دو في متاع كانت تصلك أخبار من مصادر تلك الموثوقة موثوقة اللي هو معناه خنقول واحنا موش منضبط موش منضبط خارج أرضية الميدان خللينا نقول وفي ليجين دو في وفي ستيل دو في متاع وفي عيشت وفي نوم وفي يعني في الحاجات التي أنا أتكلم لكن هو كيفاش صنع من الضعف قوة ورجع الحقيقة وقف على السقيه الحق بتاع ربي ملاجم يكون كان انسيكسس ستوري أنا كشفت التصوير هذيك في أهلي الليبي لحقيقة فرحت برشا لأني عندي برشا لمسمعت شبيه اللعب هذيك وكشفتوا اللي هو واقف معناتها لحقيقة ويسجع في أهداف ومتصدر خاصة الدوري الليبي مع ويلد بلاد وطارق جرائه فرحت له من كل قلبي لحقيقة يعني الروندمون متاع هو كان متسم بالقرحة وبالقرينتا لحقيقة نحنا نعرفه الهذلي حتى كي كان في تونس قبل في النادي الأفريقي وفي الملعب التونسي التويكة لحقيقة نتصور أنا خذاء إلان واحد آخر بحكم كونه تقدم في السن والتي يعني عنده دي رسبونسابيليتي أكبر لحقيقة نحييوه وإن شاء الله بالتوفيق لهو في بقية المشوار وإن شاء الله كل توفيق لي طارق الجرائن وجروا تحية ولمراد لهذه على الأداء هذا حاجة تفرحنا بارشا كي نلقاوا إعلام يحكي على لاعب تونسي في أي بطولة كانت نمشي للصورة الثالثة لعنا لليوم في نظام السوبر الجديد نحكي على السوبر ليج الأوروبي وهنا بش نحكيه على قرار آآ محكمة محكمة تقر بأحقية إقامة البطولة هذه وبصحة البطولة هذه نتفكروا عم ناول صار عليها برشة بوليميك وصارت عليها برشة مشاكل مشاكل محكمة العادل الأوروبية تقوم بصحة للسوبر ليج وبش توجع بش 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 تتوزع عفوا ايه هم يتوجعوا فهم كانوا عم ناول ضد سنا معا بش يتوجعوا على خاطرة عم ناول جاءوا ضد الفكرة هذي السوبر ليج الأوروبي الجديد بش يكون اربعة وستين نادي بش يتفرقوا على ثلاثة آآ مستوات المستوى الذهبي ولا خنقوله آآ النجوم النجوم مستوى ستارس ثم مستوى الذهبي ثم مستوى الأزرق المشاركة بش تكون حسب جدارة الرياضية وفما صعود وهبوط وما فماش ديما أعضاء دايمين في المسابقة هذي القرار هذا بحد ذاته اللي عمل ضجة في كرة القدم الأوروبية وهو بهاويسة أوف سايد والعون سايد محكمة العادل الأوروبية حتى في اتخاذها للقرار يعني قالت أنه المسابقات الرياضية مهيش حكر على الاتحاد الأوروبي ولا حتى الاتحاد دولي الكرة القدم من حق أي طرف ينجم يقوم تنظيم آآ دورة كما قلوا تم يعني العادل يعني ظهر في في الموقف هذي في يعني في القضية هذي خاصة نعرف الضجة الكبيرة برشل يقبل عامين ونص وقت اللي يطلع للقرار هذي فلورنتينو بيراث مدرب الريال مادريد يعني هو المهندس متاع السوبرليك هذه رفقة رئيس برشلونة ززم رؤسي أذومة نحسوا نوعا ما مفهوم الناس اللي تابع في الكرة الأوروبية خاصة الدوريات الكبار يفهموا علش الريال مادريد ماشي في تواجه هذا في السنين لاخرى السيطرة متاع الكرة الإنجليزية أصبح التاغية يعني على الكرة في العالم وأصبح دوري النجوم الأول في العالم أي ملاعب يحلم باش يلعب في ميكا ووسائل أعلام الكل في العالم تتحدث أكثر في ميكا رئيس ريال مادريد يعني بعد الضجة اللي نقصت في الدوري الإسباني مع الشامة برشل متابعة حب يرجع يحيي لكن طريقة أخرى كيف كيف المربيح متعل الأموال نعرفه أهم حاجة وأهم نقطة ممكن تركيز عليها في المسابقة هذه يعني كل فريق يعني نجم يوصل مربيح في الموسم يعني 400 مليون ورون نحكيه على شيفر كبير برشا مش من فراغ أنه رئيس ريال مادريد ورئيس برشلونة مشاوف القرار هذا لكن إلى حد الآن يعني من منذ خروج الإخبار البارح إلى حد هذه الساعة فما رفض كبير برشا من رابطات بطولات يعني الدور الإيطالي الإسباني الإنجليزي حتى رابطة حتى أنديا كما أتتكم مادريد شيلسي بايرن ميونيخ يعني فما أنديا كبيرة إلى حد الآن بش نستناول إيامات جاية شكون بش يمشي في البطولة هذه اللي منتظر بش شوف النور موسم 2025-2026 مهدي بن سليمان قرار كيف هذا ينجم يبدل خارطة كورة قدمة الأوروبية بطولة أخرى موجودة ومش حكر على الفيفا ولا اتحاد الأوروبي النظم بطولة كيف نحكر القرار والفكرة بحد ذاتها تشوفها أوف سايد والعون سايد لحقيقة أنا ذات فكرة احتكار اليويفا والفيفا للكورة القدم يعني الحق أنا كونتر على الأخر على خطر الكورة القدم ملك الناس الكل واللي الغريب في الأمر يعني كونه رئيس اليويفا سفيرين سمعت الدكلاراسيون اللي عملها بعد القرار هذي اللي صار من المحكمة اللي حكمت يعني الصالح للسوبر ليج وفم ارتباك كبير في كلامه وقال أنا نتمنى كونه المسابقة هذي سفيرين هذي رئيس اليويفا والفيفا قال أنا رئيس اليويفا عفوا قال أنا نتمنى كونه تبدأ مسابقة سوبر ليج في أقرب وقت ممكن لكن بمشاركة زوز أنديا فقط يعني فما نوعا متهاكم يعني على المسابقة هذي وزيد يعني قال الحكاية الحق بتاع ربي دوختني يعني خلينا نقوله قال الكرة القادم ملك للفقراء يعني رئيس اليويفا يحكي على الكرة القادم ملك للفقراء الحقيقة فما تناقض كبير ونبورتوكوال الحقيقة اللي قاعد يقول فيه سفيرين بخصوص ريال مدريد حبيت نحكي على زوز أنديا الموشيل اللي معنتها دعموا المسابقة هذي واللي هما ريال مدريد وافسي برشلونة بهتني يعني فما الصورة تناقلوها يعني كونه فلورنتينو بيريس رئيس ريال مدريد قاعد يعمل للدعاية للسوبر ليج وهو وراه يعني في خزينة النادي يعني الاربعتاش من بطولة اللي تحصل عليه ريال مدريد من الشامبيونز ليج يعني فالحقيقة زادة فما تناقض زادة في الحكاية هذه وراك اللي تخوفين متاع الشامبيونز ليج اللي تابعين لويفا وقاعد تدعم في السوبر ليج لكن أنا جوسوي بور المسابقة هذي الحقيقة اللي بش تكون عندها يعني تداعيات إيجابية على كرة القادم ومش تخلينا نشوف وديماتش يعني كبار على الأخر مش مش بضرورة نقض نستنى ونحنا نهارة الاربعة في الليل وقال نهارة ثلاثة في الليل بش نفرجوا في لقاء شامبيونز ليج اللي نقض نستنى فيها عام كامل بار كونتر في بطولة السوبر ليج بش تستحل لنا الفرصة بش نشاهدوا ببارشة لقاءات من نوع هذي مهدي ما تشوفش بش يكوه فيما الضغط كذلك من الاتحاد الأوروبي على الفرق اللي بش تشارك هذو وهي ديجا مارست الهرسلة يعني والضغط الكبير هذي مارست ويعني الوايفا مارست للهذي يعني ما ننساوش نحنا عامناول الوقت اللي حكايةوا على السوبر ليج كانوا فيما عشرة أنديا كاملين وراءوا دعمهم وهم اللي جيون يعني اللي جونت كوري خلينا نقول في أوروبا هم اللي دعموا الحكاية هذي لكن وقت اللي صار التهديد من ويفا ومن سفيرين بدأت تنسى حب الأنديا لكل ق وكينزوس أنديا اللي هما الريال وبرشلونا اللي هم يعني أصحاب الفكرة خلينا نقول ولي فونداتور متاع المسابقة هذي لحقيقة الهرسلة ما هيش مفهومة لكن ممكن تنقص الضغط شوية على الأنديا بعد الحكم اللي صار من المحكمة الأوروبية الكورت القادم بشرعية المسابقة هذي وهبي هل تشوف الفرق هذو مع خطر شوفنا أكثر من فريق محبش يعطي لموقفهم تيه هل يشارك ولا ليه برشا فرق معطاوش معطاوش رأيهم في هذا القرار ولكن هل تشوفوا تخوف الاتحاد دولي كورت قادم الاتحاد الأوروبي؟ رئيس ريال مادريد نوع من التناقض قال أنه حط وراها في الانترفيو أنه وراها ألقاب دوري أبطال أوروبا ممكن نفهمها أنه الألقاب دوري أبطال أوروبا أو المسابقة هذيك هي وراه يعني حاجة من الماضي حاليا هو يركز في حاجة أخرى رئيس ريال مادريد نعرفه الفريق هذي سيطر على دوري أبطال أوروبا 14 لقاب لكن كيفاش بش تقنع عن السؤال المهم اللي سألته أمير أنه الفرق الكبار مثلا يعني كيفاش بش تقنعهم كما أندي الدوري الإنجليزي أرسونال منشستر يونيتد منشستر سيتي تشيلسي اللي تقريبا فرق هذي هبطت بياناته قالت لي هي ضد إقامة السوبر ليجو هي مع المشاركة في دوري أبطال أوروبا كيف كيف أنديا كبيرة أخرين كما بايرن ميونيخ أكثر أنديا مع الفكرة هذي الأنديا الإيطالية نعرفه المشاكل الاقتصادية اللي سايرة في الأنديا الإيطالية مع الفكرة متاع الدوري السوبر لأنه تنجم المربيح والمداخيل الأموال تعطيهم فرصة بش أنه الأنديا هذي الحقيقة تنجم تجيب ملاعبية أخرين وترجع للساحة كما مكان تقبل لأنه نعرفه كرة القدم حاليا هي يعني هي الأساس من القيام تاعها هي الفلوس يعني في كل نادي بش نستناول ليمات جيش نو بش يكون القرار لحقي وبرشة بش تساؤلات لكن نتصور فلورنتينو بيراث خاصة الثعلب المكر نعتبرها فلورنتينو بيراث ما زال قدامه الوقت وممكن في السنين الجاية بش يحاول يقنع أكثر ما يمكن بش يتم رفض الفكرة هذية من اللول لكن كأي نادي يلقى مربيح تنجم توصل أربعمائة وخمسمائة مليون وروف في الموسم يعني اللي هنا بش نعرفه بش نعرفه قيمة المسابقة هذية اللي تنجم تبدل تفكير أي نادي نقطة فقط نكمل بها بإجاز نقطة فقط رئيس الاتحاد دوروبي قال أنه يعني كرة القدم للفقراء لكن كنا حكيه على لكن كنا حكيه على كرة القدم للفقراء والبثم تاع المباريات يعني بالفير